موسيقى متابعين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرة جوية جديدة خاصة بآخر طورات العصار ميكونو المتواجد حاليا في بحر العرب والذي من نتوقع أن يؤثر خلال الأيام القليلة القادمة والساعات القيلة القادمة على سلطنة عمان واليمن وأجزاء من جنوب المملكة العربية السعودية ننتقل مباشرة صور الأقمار الصناعية نشاهد أن الإعصار حاليا يلتف بحركة دوارانية عين الإعصار واضحة في هذا المكان في الإعصار ميكونو وهي شرق جزيرة سقطرة اليمنية ومتوقع أن يتحرك هذا الإعصار بكامل قوة خلال الساعات القليلة القادمة والأيام القليلة القادمة إلى الداخل نحو الأراضي العمانية والأراضي اليمنية وأيضا جنوب المملكة العربية السعودية ننتقل حاليا إلى آخر قراءات لهذا الإعصار نجد أنه حاليا الضغط الجوي في الإعصار 970 ملي بار وهو إعصار من الدرجة الأولى سرعة الرياح 80 عقدة هذه بحسب القراءات الواردة الساعة الثانية من عصر اليوم الخميس أيضا يعني يبعد عن السواحل العمانية عين الإعصار تبعد عن السواحل العمانية ما يقارب 400 كيلو متر موقع الحال المدارية هي شرق جزيرة السقطرة وتتحرك نحو الشمال الشرقي لتؤثر بشكل مباشر على السواحل والمناطق العمانية واليمنية مع ساعات مساء اليوم الخميس وطوال يوم الجمعة وحتى يوم السبت تصنيف الحالة الآن هي إعصار درجة أولى مع توقعاتنا بتطورها إلى إعصارنا الدرجة الثانية خلال الساعات القليلة القادمة العين الإعصار متوقع أن تلامس السواحل العمانية مع ساعات عصر ومساء يوم الجمعة بإذن الله تعالى التالي يعني خارط توضح المسار المتوقع للإعصار بحسب توقعاتنا في تقس العرب نجد حاليا أن موكونو يتواجد كما ذكرنا في شرق جزيرة سقطرة وهو حاليا إعصار من الدرجة الأولى هذا اليوم الخميس مع الساعات مساء الخميس يتوقع أن يتحرك باتجاه الشمال الشرق ليصل إلى قبالة السواحل العمانية مع تحوله إلى إعصار من الدرجة الثانية كلما زادت درجة الإعصار بتزيد قوة الإعصار وتأثير الإعصار من حيث سرعة الرياح وكمية الأمطار المرافقة العصير تصنف من درجة أولى وحتى درجة خامسة خامسة هي أشد أنواع العصير والدرجة أولى هي أول أنواع العصير متوقعين يصل إلى الدرجة الثانية مع ساعة مساء الخميس مع ساعة مساء الجمعة عين الإعصار مكونو تدخل بشكل مباشر إلى محافظة صلالة والمنطقة الحدودي ما بين سلطنة عمان واليمن مع ساعة مساء الجمعة لكن مع تراجع الإعصار إلى درجة الأولى مجددا مع ساعة عصر السبت استمر تأثر جميع هذه المناطق بالإعصار لكن يتحول إلى عاصف استوائية ثم يوم الأحد إلى منخفة جوي مع تعمقه إلى الداخل باتجاه الأراضي السعودية عادة الإعصار يستمت قوة وطاقته من البحر كلما دخل اليابسة يتراجع تأثيره بشكل تدريجي حتى يتلاشى بأمر الله أعمل هذا المنطقة الزرقاء توضح المسار المحتمل بحثة وقعتنا في تقس العرب لهذا الإعصار من لحظة بداية اليوم الخميس وحتى الأيام القادمة من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى ومناطق التأثير ولحظة تأثيره بشكل مباشر دخوله إلى اليابسة مع ساعات مساء يوم الجمعة الخارطة التالية توضح كميات الأمطار المتوقع حطولها في بعض المناطق اللون الأحمر يشير إلى كميات أمطار تصل إلى 400 مليمتر 400 مليمتر ستحطل في هذه المناطق خلال ما يقارب 36-48 ساعة وهي تؤادل ما يحطل على العاصمة السعودية الرياض خلال أربع سنوات تقريبا وما يحطل على العاصمة عمان في عام كامل وما يزيد عن خمس سنوات من الهطول الأمطار في بعض مناطق الخليج هذه الكميات جميع ستحطل خلال ما يقارب 36-48 ساعة في هذه المنطقة وبالتالي هناك تحذيرات من فيضانات وأمطار جدا شديدة في تلك المناطق كملخ الصريع للحالة الجوية المتوقعة والإعصار حاليا يتوقع أن يطور خلال الساعات القادمة ليصبح إعصار من الدرجة الثانية أيضا تدخل عين الإعصار بشكل مباشر إلى الأراضي العمانية مع ساعات عصر ومساء يوم الجمعة وتترافق طبعا الإعصار برياح شديدة تتجاوز 250 كم في الساعة أيضا أمطار كثيفة كما ذكرنا سابقا ومواجعاتها ربما يزيد ارتفاع الموجهة 10 أمطار في الساعة هذا كان أخر ما لدينا من تحديثات جوية فيما يتعلق الإعصار المكون ونتابعونا دائما بالتفاصيل الجوية بشكل مستمر عبر موقع تقسي العرب وتطبيق تقسي العرب اشتركوا في القناة